امسك امسك انا لو فكرت زيك كده يبقى لازمة نخلص من فتحي دلوك فتحي حاجة ومحروس حاجة تانية لا التنين اصخم من بعض لا يا شامس لا بقولك ايه ده ناكر الجميل والتاني زي الجوطة بياكل وينكر انا كنت هعنس يا شامس عنس ايه الكلام الفارغ ده تفهم الخاشمك ده انت جمر بادر منورك ده شامس اسماعي اللي انا هقول له ده حطي حاجة في ودنك ما تجدبيش على نفسك ما تحطيش حالك في مكانة مش مكانتك ابدا انا الكلام الناس خلاني الف وادور حواليه نفسي كنت عايز اقول ان انا مع الناستش وان العرسان لسه بتيجي لحد بابي وانا اللي بقول له جبلت بمحروس عشان كنت فاكرة انه الفرصة الاخيرة لكن لا ده مش صح لا احنا صح انت فتحت المحروس باب وهو جفله وانا فتحت ميت باب الفتحي وهو جفله فاتحي تجوزك واشتغل معانا كان واحد من العيلة اللي خلا فتحي يتمرد انت انت يا شمس انت اللي حزستينه جليل يا حبيبتي الراجل يحب يشوف نفسه كبير في عين مرته وساعتها هيشيلها فوق دماغه طب ما هو محروس زي فتحي واطينه من العجينة لا محروس غير كل الناس اقول لك انا غلطان اني بتكلم معاك ما تحدي شوية يا عمتي وروجي ما روان لما يجح يعملك اللي انت عاوزها انت عارفة انا هموت واعرف كريمة وجابريا بيعملوا ايه جفلين عليهم الباب من ساعة مجوم ليه اكيد بيخططوا الحاجة خافي على نفسك فوزي خافي المكان الغريب اللي انت جايبني ايه خمسة باب اللي انت جايبني فيها ده محروس انا خايف حد يطب علينا مين اللي هيتب علينا انت مش قلت اهلي كلهم مسافرين لك بقى نفسي تضحك وتهزر دلوقتي يا بيت بلاش نكد اهو الناكد ده اللي هيخلينا اهرب منك وما تجوزكيش وانت عايزني بقى ان شاء الله اضحك كده وابقى فرفوش على ايه قلت ايه انت ولا عملت ايه خليني حلوة يا بيت يا بيت بلاش نكد الله يخليكي بقولك ايه انت ايه اللي يهمك من الدنيا مش لقمة حلوة وقاكلة حلوة وقاعدة حلوة ايه ما اللي حوالينا كلهم معاهم فلوس عملوا بيها ايه يعني ده ناقص شوية شوية يموتوا بعض بقولك ايه محروس من الاخر كده انا مش هرتح ولا ههدى انا مش هرتح ولا ههدى غل لما تتجوزني وتجيبلي بيت لوحدي يا بيت هايحصل هايحصل بس ترتقي لي ودانك انت بس كده اقول احنا بنعمل ايه دلوقتي بنعمل ايه استباحة يعني ايه استباحة استباحة عشان مزاجنا ودماغنا تبقى عنب نعرف نتعامل مع الناس اللي برا دي لأ بقولك ايه اوقع تكون فاكر ان انا عشان وفاق تجي معاك المخروب ده بقى بيت في تايبة خوف يا احلة من الثيابان يا بيت يا بيت شدي بس شد اوقع كالبتاع ده بتاع ايه؟ ماتقوليش بتاع ما تطيريش الدماغ يعني أنا هقولك على حاجة إنت لو دخلت دلوقتي مكان وقالولك أهلاً 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 بالهانم مش هتبقي مبسوطة؟ أكيد طبعاً أو البتاع ده هيخليكي ست الهوانم أنا أصلاً ست الهوانم من غير حاجة لا ده هيخليكي ست ست الهوانم بقولك إيه؟ ده هيخليكي نانسي عجرم بصي شدي نانسي؟ آه نانسي بجد أم ليه؟ شدي بس اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه قاعدت تقشر دورة وتأكلني مش فاكر ما تبقاش بايخ بقى بقى أنا عمالة أقولك كلام حلو عشان يحنن قلبك علي وإنت مركب لي الوش الخشب ده فيه إيه طي عايزة أنا أعمل يا ريتال عايزك تقولي كلام حلو إخيين أحس إن الدنيا حلوة أحس بالأمان يا حسن مصيبة إن عارف الكويس لا يا حسن إنت متعرفنيش كويس ولا حد في الدنيا يعرف ريتال كويس مفيش غير حد واحد بس هو بابا الله يرحمه أنا نية يا حسن أنا آه أنا نية بس أنا عمري ما كنت أنا نية في حاجة مش حقي أنا كنت أنا نية في حب بابا لاي وده حقي أنا فاكرة أول يوم مدرسة خدني من إيدي ودني المدرسة واحد يقولي أنت قوية وشطرة قوعت عياتي خلي بالك من حاجتك وما تضيعهاش شلني فوق كتفه وخلانا أحس إن أنا فوق الناس كلها خلانا أحس إن أنا أهم واحدة في الدنيا انت شابه يا حسن في حاجات كتير قوي عمّة عبدالله شال الكل فوق كتافه وقمّة دينية عشان كده واجعه عمري الطيب ما يوقع يا حسن أنا كنت بشوف فاني نفس النظرة اللي أنا شايفها فانيك دلوقتي انت وهو شبه بعض يا حسن فيك ومبعد كتير قوي وأكتر حاجة حستتها فيك منه تبتك وحنية قلبك أنا عايزة إيدك في إيدي يا حسن عايزك تستحملني وتبقى معايا تكلم يا حسن تقول أي حاجة أنت الوحيدة اللي كنت متأكد إن أنا زي بعض كنت بأحلم إننا نتجوز ونسافر ونلف الدنيا كل اللي بأحلم بيه كان إننا نبجهر كل اللي حوالينا وعمري ما شغلت بالي لو بأرض ولا بمال ولا مين خاديه ولا مين عايزيه كل اللي كان يهمني اللي اللي حوالينا يبجي بكويسين وبخير وأن أنا بجي مبسوط حتى عمي دي لما كانت تتخانج مع عمي ولا مع نادية أجل عادي مشكلات بتحصل في أي بيت كنت عايز أنا وإنت نبجه غير أي حد في العيلة دي كنت عايزهم لما يشوفونا يقولوا يا بختهم عملوها كيف دول كنت عايز كلنا حكاية محدش يعرف أخرها ولا نهايتها وكل يوم نكتب أنا وإنت حكاية جديدة كان نفسي عاش معاك يميد حياة رتال بس للأسف ليه للأسف حسن نقدر والله العظيم نصدقني كنت عايز كنت عادي